السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الأربعاء عشرين آذار مارس القمر اليوم موجود في برج الأسد ورحي ظل موجود في برج الأسد لغاية الساعة سبعة وواحد واربعين دقيقة من صباح يوم الجمعة لينتقل القمر بعديها لبرج العذراء القمر الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 12 و33 دقيقة من ظهر اليوم الأربعاء لينتقل القمر بعديها لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح القمر بما أنه موجود في برج الأسد معناتو الناس اليوم من حولنا بيكونوا أكثر كرما مما اعتدنا عليه ماديا وعاطفيا بينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهويات ومشاركة العاطفة مع أحبائنا ويمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات أو نصائح بشكل صحيح وبإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبائنا أبنائنا ويمكننا أيضا أنه نقترض بعض المال أو نستثمر أو نشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جريئين ومنرتدي الملابس الأنيقة وابنهتم بمظهرنا الخارج اللي بيلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي الوحيدة وهي مش زاوية هي انتقال الشمس اللي رح تنتقل من برج الحوت لبرج الحمل طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة فيها شرح مهم جدا للجميع زي ما حكينا لبرج الحمل معناته بداية أعياد مواليد برج الحمل فمنون لمواليد برج الحمل كل عام وأنتم بكل خير طبعا الشمس رح تنتقل الساعة ثلاثة وصد دقائق من صباح اليوم لأربعة بتوقيت جرينتش ورح تستمر بمسار أمامي لغاية الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة من بعد ظهر يوم الجمعة تسعة عشر أربعة لا تنتقل بعدها لبرج الثور مع انتقال الشمس لبرج الحمل بنشعر بالانتعاش في هاي الفترة ومنحاول يعني منطلع من فترة ضغط الشتاء اللي كان شوي بيعمل نوع من أنواع البرودة في الطاقة والحيوية والعواطف ولكن الآن بتبدأ مرحلة جديدة من حياتنا بتعدلنا تفاؤلنا ورغبتنا في الحياة أكثر المستفيدين من وجود الشمس في برج الحمل هم أولا موليد برج الأسد وموليد برج القوس بعدها بيجوا موليد برج الجوزاء والميزان والدلو ولكن أضعفهم هو الميزان لأن الشمس بتكون موجوده مقابله تماما فشوي بعد مرات بتسحب من طاقته وبعد مرات بتستفزه فبتخليه عصبي زيادة عن اللزوم بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها هي القلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية طبعا إذا كانت العملية اضطرارية وما في مجال للتأجيل طبعا لازم تنعمل أما بالنسبة لباقي أعضاء الجسم فما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم هذا اليوم مناسب أيضا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج الأسد معناة خلو المسار القادم بيكون الساعة 6.33 دقيقة من صباح يوم الجمعة بيبدأ وبيستمر لغاية الساعة 7.41 دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج العذرة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر اليوم المحدد عمره 10 أيام في تمام الساعة 11.30 دقيقة صباحا بصير 11 يوم نسبة الإضاءة 84% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحوت وبدأت انتقل للحمل زي ما حكينا ورح تظل في الحمل ليوم 19.4 سعيد الآن بنسبة 5% ساعة الظهر بسبب الانتقال منتحسة بنسبة 25% القمر في الأسد حتى يوم 22.3 اليوم سعيد الآن هي بنسبة 45% ساعات الصباح منتحسة بنسبة 10% ساعات العصر سعيدة بنسبة 15% أما في ساعات المساء منتحسة بنسبة 10% عطارد في الحمل حتى يوم 1.4 بعد يمد يبدأ بعملية التراجع سعيد بنسبة 15% الزهرة في الحوت حتى يوم 5.4 منتحس بنسبة 10% المريخ في الدلو حتى يوم 22.3 منتحس بنسبة 10% الآن ساعات المساء سعيد بنسبة 15% المشتري في الثاور حتى يوم 25.5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثاور حتى يوم 1.9 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 2.7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2.5 سعيد بنسبة 15% وصلنا الى التوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي فترة مثمرة وإيجابية تستعيد إشراقتك تسعر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات وباستطاعتك المبادرة فالظروف ملائمة للمغازلة والمصالحة ولتكرار المحاولات وممارسة الهوايات أيضا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم وبتجدوا اليوم نوع من أنواع التعاون ما بينكم وما بين أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصلحات منزلية أو غيرها أهم إش أنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو حتى مصريف إضافية برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بتكثر عندكم اليوم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتتمتعوا اليوم بسرعة بديها وبإمكانكم اليوم إقناع أي شخص بوجهة نظركم لأنه اليوم باستطاعتكم مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة وممكن تحصل على فرصة جديدة تفسر من خلالها مشاعرك أو تبرر مواقفك وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكو تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أو فواتير أو دفعات أو مطالبات مالية أهم مش إنهم ما تتسرعوا بتوظيف الأموال بل دققوا بالتفاصيل تطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي التفاؤل برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتبدأ اليوم فترة أفضل من الأيام الماضية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة ادعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم التحلي بالحكمة ووقعية الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة بسيطر التعب عليكم اليوم حاولوا تنظيم أموركم والمحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التفاس فعشان هيك بدك تحاذر من البدء بأي شيء جديد ولا تسمح للقلق انه يسيطر عليك ويمنعك من العمل والنشاط نظم أمورك وضاعف مجهودك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يطلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة أو لقاء بعض الأصدقاء حاول أنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران أهم شنك ما تبقى وحيد لأنه اليوم المكاسب كلها اجتماعية حشان هيك أخرج للقاء الناس برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أهم شنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك أنك تكون على قدر المسئولية تعتبر هاي فترة صعبة شوي بحاجة يعني أنك تأخذ نفس طويل قبل إصدار أي قرار برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الأجانب أو أشخاص خارج البلاد وممكن تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيطك اليوم معزز العلاقات الاجتماعية والعائلية لأنها هاي الفترة مثمرة على جميع الأصعدة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم بتعيد وتنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ما بناسبك إطالة الخلافات ولا الزعل حاول أنك تسارع لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق وممكن تناقش موضوع بتعلق بإرث أو موضوع مالي برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بترغبوا اليوم في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أهم شنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا حاولوا أنك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك وبرضو بتكو تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم حاولوا أنك يعني ما تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما وأحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وحاول أنك تأخذ قصة من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء